السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك الوقت عندنا مثال من الامتحانات اللي ممكن تيجي في الامتحان بيقول لك تعمل المشاكل ويجت لك فأنت عايز تعمل سيلكت على العنصر ديت. اروح لي فين؟ اروح لي السيلكت بقى ايدي ولا ايدي في سيلكشن ولا ورنينج ولا سيلكشن ست. طيب تعالى نشوف ايه للفكرة. لو انا ويفعل العنصر ده وعايز اعرف ده رقمه كام عشان ابعته فبلاي حاجة ايدي في سيلكشن بيديني الرقم اوض. طيب لو انا حد بعتلي الرقم بروح بقى راح لي ايه؟ لسيلكت بقى ايدي ودي له الرقم يبدأ يوروه لي في المشروع. اللي تحتية ده اللي هو اشوف المشاكل الموجودة. تمام؟ يبقى كده نختار ايه؟ يبقى كده نختار مقصر وزاوت افكتو ازا فيو بروبرتز. وتش تقول شو تبي يوزد يعني الفيو بروبرتز ما تغيرش. يبقى مش هينفع. الوبشيكت سايل ده اللي مش روح قوله ودي مش اللي همتحكم فيها. مش تنفع معنا. الفي في بي بش هي. الفيو فلتر برضو بش هي. ايه زوليك هتجري. يعني ايه اي زوليك هتجري. وليه هي اللي هتنفع. لان العمل تسليكت على جزء كده. اي جزء. وقلت له من هنا. ايزوليت كاتيجري. خلاص. الكاتيجري ده بس الزهر. الروف بس هو الزهر او الحوايب بس الزهر. اقول له ريسيت هترجع تاني زي ما هي. تمام? فهي ايزوليت كاتيجري. طيب هنا بيقول لي انت عندك سكادول وعايز تعمل تحط اتنين مع بعض. اختار ايه? شينجزة فرمات ولا يوزك زي كومبين برامتر ولا ادنجة الكوليتين برامتر. انا عايز اتنين مع بعض. تمام? ولا جروب زي كولوم. طيب خلينا نشوف الريفت. ونقول له اسكادول وناخد مثلا اسكادول زي دهوت. جروبينج يعني نعم سيليكت واقول له جروب. تمام? الفكرة ان هم بيفضلوا برضو عمودين. ما بيدمجوش مع بعض. ماشي? فده اللي هي جروب هيت. بالشي اللي هتنفع معنا المرة دي. ايه. جروب. هو الفكرة انه هو دمهم وتقدر تسعملهم بنفس الاسم. طيب اللي صح ايه? هتقول له. نيو برامتر لا. لان هو عمل اللي برامتر واحي. بقول له انا عايز مثلا. ويبقى انا عندي ده وده. بقى نفس الحاجة. ممكن اتحط اتنين تلاتة كمان. تمام? فانا ظهر عنده هوت. في معلومتين وارا بعض. تمام? يبقى احنا كده شفنا. الاسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان. ان شاء الله مكمالين مع بعض. معكم عمر سليم. اشترك في القناة عشان تتابع الاسئلة وتقدر تعد الامتحان بسهولة.